السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبق قناة التعليمية في بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية جاء فيه أنه تم تعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية والموحدة يعني جميع التواريخ ديالامتحانات الموحدة التي كانت مقررة في بداية السنة يعني تم تعديلها وتم تغيير مواقع هذه الامتحانات هذه البلغة صدر اليوم عن وزارة التربية الوطنية يعني يوم 32 ينايا 2024 وبنسبة للتواريخ المعدلة فهي كالآتي كما تلاحظون هنا عدنا الامتحال وطني لنيشة البكالوريا والامتحال الجهوي للسنة الأولى من البكالوريا هنا عدنا الامتحال الجهوي الموحد الخاص بمترشه الأحرار الامتحال الموحد الجهوي لنيش شهادة السلك الإعدادي والامتحان الموحد الإقليمي لنيش شهادة دروس إبتدائية ثم امتحان نيل شهادة التقني العالي إذن هذه الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية لكي نفل أسلاك التعليمية بالمدرسة المغربية وهنا هي التواريخ العادية يعني التواريخ اللي كانت في أول السنة وهنا التواريخ الحالية يعني هذه هي التواريخ اللي غدي تم الاعتماد عليها لإجراء هذه الامتحانات إن شاء الله إذن بالنسبة البكالوريا يعني الامتحال وطني دي البكالوريا فغدي يكون إن شاء الله من يوم 10 يونيو يعني ابتداء من يوم 10 يونيو عاد غدي يكون الامتحان كان مقررا يعني غدي يكون نهار 3 يونيو ولكن تم تأخيره إلى 10 يونيو 10-11-12-13 يونيو والدورة الاستدراكية غدي تكون إن شاء الله بتداء من يوم 8 يوليوس يعني 8 في شهر 7 عاد غدي تكون الدورة الاستدراكية دي الامتحان الوطني دي البكالوريا وبالنسبة الامتحان الجهوي دي السنة الأولى بكالوريا فغدي يكون إن شاء الله بتداء من يوم 5 يونيو يوم 5 يونيو و 6 يونيو عاد غدي يكون الامتحان الجهوي دي السنة أولى بكالوريا والدورة الاستدراكية كما كتشوفو يوم 43 يوليوس 2024 بالنسبة الامتحان الجهوي الموحد الأحرار فغدي يكون يومي 5 و 6 يونيو وأيضا الدورة الاستدراكية يومي 43 يوليوس هل يبقى الامتيحان الجهوي للنايل شاهدة السلك الإعدادي امتيحان جل الاعدادي سيقوم بتبديع من فاتح يوليوس . أو شهادة السلك الإعدادي وبالنسبة الامتحان الموحد للاسلاكي سيكون ابتداء من فاتح يوليوس فغدي تقريبا قد رغبها هذا الامتحان هذا السلس ابتدائي وبالنسبة الامتحان النيل شهادة التقني العالي سيكون ابتداء من 14 ماي إذن هذا الجدول الذي على اليسار هو الجدول التواريخ المعدلة للامتحانات الوطنية والإقليمية والجهوية إذن كما قلنا أن الوطني سيكون في 10 يونيو بالنسبة الامتحان السنة أولى سيكون بداية من 5 يونيو الامتحان الإعدادي سيكون ابتداء من فاتح يوليوز وأيضا الامتحان المستوى السادس ابتدائي سيكون ابتداء من فاتح يوليوز وبالتوفيق للجميع إن شاء الله